اشتركوا في القناة تحملت عدة مسؤوليات جمعياتية وثقافية وبلدية وسياسية نظرا لصعوبة الوضع الذي تعيشه بلادنا اليوم على جميع المستويات قررت الترشح للانتخابات التشريعية والمساهمة من موقعي في تمثيل أبناء جهتي بالمجلس النيابي وتبليغ أصواتهم ومشاغلهم والمساهمة في وضع قوانين وتشريعات تحفظ كرامة وأمن المواطن أمام ترد المستوى المعيش الحالي وانهيار الوضع الاقتصادي مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة وانتشار ظاهرة الهجرة الغير نظامية وارتفاع منسوب الجريمة والعنف هذا إلى جانب غلق المؤسسات الصناعية والتفويت فيها وعليه سنعمل بإذن الله على إرساء نسيج اقتصادي يستجيب لمتطلبات حامل الشهاد العليا والمعطلين عن العمل كما سنسعى على إيجاد حلول الكفيلة بخدمة الجهة وتحسين ظروف الفلاح أمام ما يعانيه من غلاء الأعلاف والبذور والأدوية والنقص الفادح في مياه الري سنسعى كذلك إلى إحداث مناطق سقوية جديدة واستغلال أراضي الدولية لبعث مشاريع فلاحية تطوير الخدمات المرافق الصحية ودعمها بالتجهيزات والموارد البشرية اللازمة مع ذمان حقوق أعوان الصحة تحسين البنية التحتية وتوفير التجهيزات المؤسسات التربوية مع مراجعة البرامج التعليمية لذمان حق التلميذ في تعليم عمومي متطور مواكب للتقدم التكنولوجي بالإضافة إلى ذمان حق المربي في العمل في ظروف طيبة باعتباره المدرسة الأولى في تكوين الناشئة أعطاء الأولوية القصوى لتأثير الشباب واحتوائه وحمايته من كل أشكال التطرف ومزيد دعم الجمعيات والمنشآت الرياضية والثقافية كما سنعمل على معاذة المجهود البلدي لترفيع الموارد المالية لمزيد العناية بالنظافة والبنية التحتية وتقريب الخدمة من المواطن إحداث محول يربط معتمدين زرمدين بالطريق السيارة على مستوى منزل الحياة وإعادة تفعيل محطة بوغابرين للنقل الحديدي تونس جابس العمل على إعادة توزيع الخارطة الأمنية بالجهة الذي أصبح ضرورة قصوى أبناء جهتي ترشحت لهذا المنصب لأن لدي رؤية للبلاد وتجربة في إدارة الشأن العام وسأسعى بفضل دعمكم ومساندتكم لأكون في مستوى ثقتكم وتطلعاتكم موعدنا يوم السبت 17 ديسمبر في مجراكز الاقتراع وفقنا الله ولي التوفيق أمر بن عبد المجيد بن أمر 43 سنة متحص على الأستاذية في المحاسبة والمالية مترشح للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 عن الدائرة الانتخابية زرمدين بن حسان ترشح متعيه كان بعد وقف التأمل ودراسة شامل للوضع من ناحية ومن ناحية ثانية على اعتبار التجربة التي حصلت لي من خلال رئاسة البلادية زرمدين والتجربة هذه نعتبرها ناجحة نسبيا رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد ومنها جائحة الكورونا أو عدم الاستقرار السياسي والوضع العالمي وعلى هذا أساس برنامج نتعانى الانتخابي ارتكز على الواقعية نسعى نحاول بخلال البرنامج نتعانى على تشريك الشباب في اتخاذ القرار تجيع على بعث المشاريع وتسهيل الإجراءات الإدارية نحاول دراسة شاملة للوضعية منظومة الجبائية وجعلها تتماشى مع الوضع الرهن للبلاد وذلك لتحسين موارد الدولة وإرساء مناخ ملاءة للاستثمار هذا من ناحية من ناحية ثانية نحاول نعمل رقمنت الإدارة وإزداء الخدمات والتقليص في الأجال نظرا للبيروقراتية التي تمر بها الإدارة التونسية فيما نخص منظومة التربية نحاول إعادة إصلاح المنظومة التربوية للحد من ظاهرة الإنقطاع المبكر للدراسة ومن ناحية ثانية نحاول نوفر الظروف الملائمة سواء للمربيين أو للتلامذة فيما خصوص الصحة نحاول نخدم على تقريب الخدمات الصحية وتسهيلها للمواطنين على تبار أنه انعدام تام في الجيهة خصوصا نحن على مشترف 2023 للخدمات الصحية على سبيل الذكر والحاصر لريام منطقة أولاد منجل العلال والمليشيات ثم كذلك نسعى إلى دراسة شاملة للمحافظة على الثروة المائية وتشجيع الفلاح على بعث المشاريع الفلاحية من ناحية أخرى نحاول إيجاد حلول عاجلة لدعم القدرة الاستهلاكية وجعلها تتماشى مع الوضع الراهن وتوفير العيش الكريم للمواطن برنامجنا هو برنامج قائم على العمل والإصلاح في جميع الميدين والاستعانة بالخبرات التونسية في كل المجالات لإرساء الدولة تعتمد على طاقاتها وكفاءتها ونشر ثقافة العمل والإنتاج وحب الوطن وشكرا اشتركوا في القناة